اشتركوا في القناة الجديد اللي راح يكون الظهور في سبتمبر الفين وعشرين ان شاء الله كما عهدنا ومولفين قبل الاعلان او اظهار القميص المنتخب الوطني ونشوفوا كثير من التسريبات الكثير من في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض المواقع الجزائرية الخاصة بالمنتخب الوطني وبكرة القدم اليوم ان شاء الله راح نتكلم على هذا الديزاين وراح نوضح ومبينوا القميص الجديد اللي راح يكون المنتخب الوطني هذا نشوفوا هذه الصورة من موقع الخضراء موقع جزائري على الانترنت هذا الموقع اللي مهتم بشؤون الكرة الجزائرية وايضا بشؤون لعبين المحترفين كان نوضع موضوع لهذا القميص انا نشوفوا هذا الديزاين الجديد في القميص هذا نشوفوا اللوغو الشركة المنتجة اديداس ظاهر على الجهة اليمنى ايضا نشوفوا اللوغو الفيدرالية جزائرية لكرة القدم بالاضافة الى النجماتين اي نين كوب دافريك اللوغو بالاصفر هذا اللوغو تاع الفائز بكأس الامم الافريقية الاخيرة وايضا مثل ومثل القميص تاع اللي زاني كاتر فاندو كاتر فانسينك شوفوا كلمة الجزائر في وسط القميص هذا فيما يخص القميص الابيض هذا القميص الاسود اللي هو قميص حراس المرمى نجول القميص الاخضر كما نشوفوا تقريبا هذا القميص قريب جدا للواقع ممكن جدا يكون هو راح نزيد ونشوفوا قمصان اخرى اللي رأي دولها على موقع التواصل الاجتماعي هذا القميص اللي تقريبا مهوش رسمي نشوفوا اللوغو تاع الشركة المنتجة هذه داس موجود واللوغو تاع الجزائر وهي نوامو ما يكونش الجزائر يكون اللوغو تاع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم كما عودتنا الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم نجول القميص الثالث هذا اللي متداول في موقع الهدف الدولي نشوفوا اللوغو تاع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم هذا اللوغو القديم مستبعد جدا نجو أيضا قميص آخر كما نشوف في الصورة قميص جميل لرحمة داول أيضا على موقع التواصل الاجتماعي بعدما شفنا كامل هذا الديزاين لرحمة داولين كما ذكرنا في موقع التواصل الاجتماعي وأيضا بعض المواقع الجزائرية يظهر على موقع أفريكا فوتبول ديلي الموقع المعروف المهتم بشؤون الكرة الإفريقية وأيضا المنتخبات الإفريقية واللاعبين الأفريقية المحترفين في الدورية الأوروبية يكشف هذا الموقع على القميص الجديد لمنتخب الجزائري وهذا بعد تواصله مع الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وهذا في الصورة نشوف القميص المنتخب الوطني اللي راح يكون إن شاء الله في سبتمبر 2020 قميص جميل نشوف اللون الأخضر وأيضا قميص باللون الأبيض تكلم هذا الموقع أنه الديزاين هذا يرجع إلى الديزاين تعمل المنتخب المكسيكي وقميص المنتخب المكسيكي اللي كان في لعب فيها في روسيا قميص جميل نشوفه هنا القميص على المنتخب المكسيكي تقريبا نفس الشيء إلى أنه تغييرات قليلة نشوفه هنا في الكورفي في الكورفي هنا بالأبيض إلى أنه قميص على منتخب الوطني بالأحمر هذا هو القميص الرسمي إن شاء الله اللي راح يكون ابتداء من سبتمبر 2020 جسبر يكون نعجبكم هذا الفيديو نتلقى إن شاء الله في فيديوهات القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة